السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشارك معكم الزيتون كاسي بطريقتين. سوف نقوم بزيتون كاسي بالكركم الذي تشاهدون في المحل باللون الأصفر وزيتون كاسي أحمر بالهريسة منزلية الصنع. بالنسبة للزيتون كاسي اللي جاي باللون الأحمر رح نديروه بطريقة جديدة رح نديروه بطعم الشيوة ورح يجي فيه النكهة مدخنة رح تعطي له واحد الطعم فريد من نوعه. ورح نعطي لكم كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة والأسرار اللي ديروهم في المصانع باش تتحصلوا على زيتون كاسي أحسن بكثير من الذي يباع في المحلة. لكن حبت نفكركم فقط بالضغط على زر اللايك إذا أعجبكم الفيديو طبعا باش نزيد لكم المزيد والمزيد من الوصفات الاقتصادية والناجحة. ونقولوا باسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير. في الأول كامل رح نبدأ بالتوابل اللي ديروهم للزيتون كاسي باش تتحصلوا على هذك الطعم المميز. هنا عندي البذور تعلق صبور رح نقربهم فقط ربما كان بعض المبتدئات لما يعرفوهمش. وكذلك عدنا الزريعات على البسبس يعني الزريعات على البسبس ما كاش زيتون كاسي ما تلقوش فيه هذا التابل. خصلتم تحت الحنفية عدة مرات وقدرتهم في كسكس ولمقدروا لي مليح مليح درتهم فوق فوطة الطعم الطبخ. هكذا باش تشرب لي كامل هذك السوائل. يعني إذا كان عندكم الوقت ديرو هاد العملية مقبل هكذا باش نشوف لكم هذى التوابل مليح مليح. هنا يجبت المهرس على أساس يعني رح نحكم هذى التوابل يعني ما نشرح نديرهم لا بودخ. فقط رح نكسر الحبة على اثنان هاكذا باش نزيد نخرج لها النكهة أكتر رأفة أكتر. كما شتوا يعني كامل الانواع تازيتون كاسي لما تلقوا فيهم هذى التوابل يعني تلقاوهم حب حب. يجبت المهرس يعني تقدروا تخلوهم في فوطة الطعم الطبخ. وجوزه عليهم كامل بالحلل فقط. تتقسم الحبة على اثنان وتقدروا تخرجوا لها هذي كنكهة كامل. هنا يوش رح ندير. هنا كنت قدرت كمية من الزيت. هنا الكمية التعزيت رح تكون على حسب الكمية التعزيتون كاسي اللي رح نديرها. هنا درت حوالي زوج كيسان ونصف. درتهم فوق نار قوية كيما رح نشوفو راني نسخن في الزيت فقط. يعني هنا هاني درت شوية من هذوك التوابل. عرفت بلي زيت تاعي سخنت. هنا وش ندير رح نطفي لها بالكامل. رح نجيب هذوك التوابل. ودرت معهم كذلك. كذلك زوج فوصو ستعثوم يعني كرازيتهم فقط بالسكين. ورح نديرهم مباشرة في هذك الزيت الساخن. يعني هنا رح نطفي النار. ودرت كذلك الكمية التوابل. يعني الكمية التوابل ديروا كما حبيته. المهم كل ما كانت الكمية يعني مليحة. رح تمدلكم طعم افضل الزيتون كاسي ديالكم. كما رح تشوفوا راني نرد في هذة نجرة هكذا. باش يبرد لي هذ الزيت اكتر فاكتر. وما يتحرقوا ليش هذ التوابل. حاولوا الزيت تاعكم يعني ما تسخنوش بزاف بزاف. ولما ديروا التوابل داخل الزيت. يعني لازم تكونوا بهذا عني النار. يعني رحوا ديروا فوق البوتاجي هذ العملية. هكذا باش ميفورلكمش هذك الزيت. هنا عندي ارطل من الزيتون بدون عظم. يعني هذ الزيتون اللي درتو باللون الاحمر بالالغيسة. وهدا الزيتون اللي درتو بالكوركوم و خلط عدة انواع من الزيتون. ودرتوه بالعظمة. يعني ل泣ي Tat Lap Lemon. يدرككم افكار مختلفة. مختلفة كذلك. وتقدروا تديرو يعني الطريقة لي حبيتوها. بالنسبة لهذا الزيت. شيتو من نبائه الزيتون. يعني صراحة نبائه الزيتون. هو اللي نباني لهاذ الملاحظة. يعني لما سقشلتوا لي هذه الزيتون، نريد قليلها لكي هناك ثورة كيف حدثني في ايضا هذه الهجلة قليلا 50 مليون اخذت زيتون و اجبت شوكة او الفرشيطة و اجبت طعم الشوكات او فراشط يكونوا صغير الحجم يجب ان يكونوا متقاربين كي يحكموا لي كامل حبة الزيتون و يديروا لي فيها الطعم الشوكة انا قدرت زوج كنت نختم بوحدة واحدة ملح هي تصخن يدخل زيتون بملعقة مستحة ضغطوا ليها طعم عمل تأشي و كذلك السابق في الزيتون نحن نضيف الزيتون في نفس الوقت كما رأيكم وإذا كانت عندكم البانينوز وحبيتوا تديروا فيها راح تديروا كمية من الزيتون تعودوا تخلقوها ورح تمدلكم كذلك نفس النتيجة نحن نضيف الزيتون بطريقة الأولى قطعتهم تقطيع حشوائي والطريقة الثانية قطعتهم بهذه القطاعة نحن نضيف الزيتون في الصورة ورح تحكموا الجزر تاكم في غيسي بيون وفي نفس الوقت رح تأخذوا اكسرونه ديروا فيها الماء وخلوه يصل الى درجة الغلاين لما يغليكم فرقوا فوق هذه الزرودية وبسرعة رح تغطوها كده بشتخلوا هذا البخار داخل الجزر هنا وش رح يسا يعني هذه الزرودية رح تطرع لكم شوية فقط لكن رح تبقى محافظة على القرمشة هذه القطعة اللي قطعت بها الجزر يعني رح تواجدها في الأسوخ وتقدروا تشيرها وثمنتها يعني معقولة جدا بالنسبة لهذا الزيتون يعني رح نديروها أحمر يجيب اللون الأحمر ورح نديروها حار كذلك يعني يجيب الهريسة إذا شتو الفيديو تعالي هريسة اللي نزلتو البارح يعني لما كنت ندير في هاد الهريسة يعني نحيت من هاد جزء صغير كانت مرحية يعني كما نقوله خشينة رح نديروها في هذا الزيتون كاسي إذا ما كانتش عندكم هاد الوصفة وما طبقتوه هاش رح تحكمو هاد الحار يعني هاد الفلفل لما يكون يابس يكون بهذا الشكل رح تديروه في اينا وديرو له الماء الساخن بعد ما تكونوا شللته طبعا تديرو له الغطاء وخلوه حوالي النص سعة ورح تلقوه بهذا الشكل تقدروا تديروه في الزيتون كاسي تاعكم بهذا الطريقة كما تقدروا يعني تقطعوه تقطيع شوائي رح يمدلكم طعم ولون لهذا الكاسي ما شاء الله بالنسبة لهذا المكونات اللي رح نضيفهم للزيتون كاسي كلها اختيارية وتقدروا تستغنوع لهم تماما في الوصفة اذا حبيتوا الوصفة تكون اقتصادية اكتر يعني رح تبازو على الزيتون وعلى الجزر فقط لكن رح يمدلكم يعني الطعم جامل للزيتون كاسي تاعكم يعني انا لما نصور من الضروري ندير الوصفة بكل تفاصيلها وانتو ما رح تديروها على حسب ذوقكم وعلى حسب امكانيتكم المادية انا حكمت هذك الجزر صفيتهم مليح مليح من هذك السائل حاولوا كل حاجة يتقطرها من الماء هكذا بشهد هذا الزيتون يبقى لكم مدات طويلة الزيتون اللي ادرت في هذك الهريسة اللي ادرتها مقبل والزيتون الثاني رح نديرو فيهم التابل تعال كوركم يعني ادرت حوالي ملعقة كبيرة ونصف الملح حادروا في الملح لانه الزيتون وكل مكونات اللي رح نديروهم ملحين انا ادرت ملعقة صغيرة في كل نوع يعني ملعقة صغيرة مشي مع مرملة وباقي المكونات يعني اختيارية تحبوا ديرهم تحبوا ما ديرهم مش انا نقسم فيهم على النوعين تعال الحار كذلك هذا الحار مرقض يعني في هذا الجهة قطعته بالمقاس كما راكم تشوفوا وفي الكاس الاخور درتوا حبات كاملة هنا فقط باش نعطيكم العديد من الافكار اللي تقدروا تطبقهم على هذا الزيتون كاسي هنا فقط كاينة ملاحظة مهمة يعني اي مكون تكونوا درتوه داخل الماء لازم تصفوه ملح ملح كما اشتوا هدك الجازر اللي درناه داخل الماء الساخن يعني حاولوا ديروا العملية مقبل وقطروا من كامل كمية السائل كذلك هذك الحار اللي درناه في الماء قطروا كذلك ملح ملح باش تقدروا تضيفوه لهذا الزيتون كاسي لانه اي حاجة فيها الماء راح تفسد لكم هذا الزيتون كاسي وبكل سهولة ناكيمشتوا قسمت هذا الزيت اللي فيه التوابل الى النصفين نصدرتوا في الزيتون كاسي اللي بالهريسة ونصدرتوا في الزيتون كاسي اللي بالكركم تحبوا اي اضافات مثلا ديروا هدك شوف له قطعه زهرات صغيرة ديروا قطع من البسباس حاولوا كذلك ديرهم داخل الماء الساخن وقطرهم ملح ملح يعني اي خضار ديرهم في الماء الساخن خلوهم حوالي نصف ساعة وقطرهم وحاولوا ديروا هدل عملية مقبل هكذا باش تقطعوا الخضار تاعكم جيدا نشتوني ضفت كمية من الهريسة منزلية الصنح رح نخللكم رابط الوصفة في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوها يعني حسيت بلي لون مجانيش حمر مليح ضفت كمية من الهريسة والكمية داع الهريسة كذلك اختيارية هنا هذا الزيتون كاسي اللي بالكركم كذلك راني نخلط فيه شوفو هنا اللون كيفاشرها أصفر ورح يزيد يعني يعقد هاد اللون أكتر فأكتر هذا الزيتون اللي راح في الصحن الصغير هو اللي شريتم عند البائع وهذا الزيتون اللي خدمتو أنا يا نحبكم تقولوا لي في التعليقات يعني لحسب الصورة وش كون يراكم تشوفوه خير الزيتون اللي خدمتو أنا يا ولا الزيتون اللي شريتم عند البائع أنا في رأيي لأنني أنا اللي دقتو مشيرا نشكر في روحي صراحة الزيتون تاعي كان أحسن بكثير وإن شاء الله كيتجربوا الوصفة يخرج لكم كيمة زيتون ديالي ولا أحسن كذلك هنا راني نفرغ في الزيتون كاسي في هاد البيادن يعني هاد البيادن استخدمتم للمرة الأولى شريتم من عند بائح الأواني يعني في الجهة اللي بيح فيها البلاستيك ثمن داهم يعني عشر آلاف للبيدون الواحد تحبو تستخدموا أي أواني يكونوا عندكم في المنزل ولا بلارات زجاجية لكم الاختياء بالنسبة لطريقة تاع الحفظ يعني لما قدرت هذا الزيت صراحة ما كفه نجز زيت تعاود في الرقت فوقه كمية من الزيت ولهذا هذا الزيت رح يكون كمادة حافظة وباش يبقى له هذا الزيتون كاسي مدة طويلة بلا ما يفسدلي رح نديرو في الثلاجة كما تعرفوا في المصاني يديرو مواد كيميائية ومن بينهم حفظة الستريك كمية مضاعفة من الزيتون كاسي فقط برطلت زيتون بدون عدم ورطلت زيتون بالعدم إذا حبيتوا يدفوا هذه المكونات الحار والكورنيشة وغيرها لكم الاختيار إذا ما حبيتوش تقدرو تعتمدو على الجازار فقط وقطروهم ملح ملح لأنه أي نقطة تعماء زائدة رح تفسد لكم هاد المخلل وبسرعة لما تكملوا هاد المخلل بالنسبة لكمية زائدة الزيت رح تحتفضوا بها ولما ديروا كمية وحد أخرى تزيتون كاسي رح تفرغوا لنفس الزيت هكدا باش تقتصدوا في المكونات هذه نهاية الوصفة وفي الأخير نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته